مسير الحياة وجوان ماشاء الله يا بلال يعني في الفصل كنت بقول لكابتن بلال اجوانه مهمة جدا لكن انا حبيت جوان له في الاسماعيلي في 12 اربعة اربعة كنا عمالين نفكر فيه دي مباراة مجنونة لا مباراة صعبة جدا اعتقد اسرع مباراة في تاريخ الكرة في مصر يعني انا كنت مستمتع في الحقيقة في المصر كلنا يعني احنا تسبنا زمان ستة واحد وكنت بشوف ان المباراة من أسنة مباراة لانا بتاع في حياتي مباراة ستة واحد دي عارف انت نازم من اول ديها مش من اول ديها من اول لقشرين ثانية جول في الثاني في الثالث في الرمع على طهرها اتنور انا اقول لك الحاجة من تسبت ستة واحد احنا طلعنا بعد المطش يعني خلصنا المطش ونزق ودخلين بقى فقط اللبس طلقيت المنسترماني والعمالي زعق وبتاع انا اتتخاني مع حد بعد المطش لأ لأ سيبك من براهو طبعا خناء بتاع تبراهي بس لقيته بعمالي زعق وبتاعه عالفرص اللي ضع اه فلقيته يا جماعة في ايه فيه لقيته زي ما نكسبش عشر عشر مين حد يفهمه ان دا الزمالك يا دا يعنا فرص كتير قوي وكنا عملنا ماتش رائع جدا ماتش الاسماعيلي كان بعديه على طول ماتش الابعديه على طول واحنا في مرعب مستمتعين انا كنت مستمتع الحقيقة والاسماعيلي كان عمل ماتش كواسي اوي 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 والجول الاول التعاده اللي انا جبته يعني انا بعتبره من لا احسن جول جبته في حياتي انا دا احسن جول جبته في حياتي يعني انا كده بقعد ساعات كده حتى العالي الولادي بقعد افرجوا وانهم تعالي تفرجوا كده لما جيبوا سيرة الهدفين بتاع أوروبا وبتاعه ومصر ومين هم يعيبوا عليك في حاجة اللي انا تعالا اقول لكم انت يا ابو وغدتش راح تجيبي جولتا ايه كان فيها توفيق وغير طبيقه او دا جول او ممكن هو دا ايه يعني بص حاجة كده ايه وبعدين بالشمال وراحت في البعيدة ويعني فيها حاجة كتير اوي 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 يعني الحمد لله ايه كان من افضل ماتشات وافضل هدفنا نسجلتا او ممكن في خلال مسارة مع النادي الاهل ايه